هنعمل مع بعض النهاردة قرص بطريقة سهلة وبشكل جديد بعجينة اقتصادية لها نحط فيها حليب ولا زبادي ولا سمنة ولا زبدة ولا حتى بيد هما شوية دقيق وشوية مية هنعمل احلى قرص شكلها حلو جدا وهشة وخفيفة وقطنية احلى من قرص الافران بكتير وكمان القرص بتاعتنا النهاردة هنعملها بدون فرد ولا تشكيل صعب باسهل طريق التشكيل يعني تغيير عن القرص المعتادة التقليدية والفطار التقليدي قرص مميزة جدا هنعملها مع بعض في فيديو النهاردة يلا بينا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي نصف كيلو من الدقيق المتعدد الاستعمالات حطيت عليه نصف معلقة من الملح معلقة صغيرة من البيكنج بودر وست معالق صغيرة من الحليب البودر والحليب البودر هنا اغتياري هيديني طعم ولون حلو جدا للقرص بس اللي مش حابب الحليب البودر تقدروا تستغنوا عنه مفيش مشكلة خالص حطيت 6 معالق صغيرة من الحليب البودر ما يعادل 3 معالق كبيرة من الحليب البودر هنحط بقاء على المكونات الجفة دي 3 معالق صغيرة من السكر الحبيبات ما يعادل معلقة ونص كبار من السكر هنقلب بقى كده كل المكونات الجفة مع بعضها كويس جدا ولو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا مني كل الوصفات الجديدة اللي بقدمها ولو بديو النهاردة عجبكم لايك وشير للفيديو من فضلكو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتير تستفاد بالوصفة هنحط بقاء على المكونات الجفة بتاعتنا ربع كباية من الزيت النباتي نقدر نستخدم زيت درة ونقدر نستخدم زيت عباد مفيش مشكلة خالص ربع كباية ما يعادل 50 جرام من الزيت النباتي بعد بقاء ما ضيفنا الزيت للدقيق هنبتدي بقاء نعمل عملية بس للدقيق يعني نبسوا يعني ندخل المكونات وبعضها كده عاوزين كل حبيبات الدقيق تتغلف بالزيت كويس جدا علشان يديني أفضل نتيجة للقرس الطرية احنا عاوزين ناخد قرس تكون طرية كده وخفيفة وهشة فالخطوة دي هتساعد جدا ان القرس بتاعتي تكون طرية ونعمة معي خلاص بقى كده بعد ما غلفنا كل حبيبات الدقيق بالزيت عندي هنا كباية من المياه الدفية هنحط عليها نصف معلقة صغيرة من السكر وهنحط عليها معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية ما يعادل 8 جرام بمقدار معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية هنقلب بقى كده الخميرة مع السكر والمية كويس جدا وطبعا أنا باستخدم مية دافية علشان ينشط الخميرة والسكر اللي حطناه في الوصوة هيخلي طعم القرس حلو جدا وكمان هيديها لون حلو قوي عند التسوية هندوب بقى كده الخميرة كويس جدا قبل ما نضفها على المكونات اللي موجودة عندنا مقدار السوائل أو مقدار المية لأنا استخدمتها في الوصفة كباية وتلت من المية النص كيلو دقيق بياخد من كباية وتلت لكباية ونص يعني لو دقيق بتاعكم يشرب السوائل هنحط كباية ونص من المية ولو الدقيق بتاعنا زي ما أنا استخدمته النهارده كده هنحط كباية وتلت انا حطيت في الاول الكباية مع الخميرة وبعدين زودت تلت الكباية بعد كده بصوا انا عايزة عجينة طرية كل ما العجينة كانت طرية ولينة معايا عند العجل كل ما كانت حلوة جدا ودتني نتيجة حلوة للقرص وتخلي القرص معايا تطلع كده طرية وخفيفة ومش مكتومة خلاص كده بعد ما خلصت العجينة وعجنتها كويس جدا لمدة 7 ل 8 دقايق وبقى الطرية ونعمة كده حطيتها بقى في البولة فيها نقطة من الزيت وسبتها تختمر لمدة نص ساعة ساعة لتلت لحد ما يتضاعف حجمها وحنبتدي بقى في تشكيل القرص اسهل طريق التشكيل للقرص ممكن تشوفوها هناخد كده العجينة بتاعتنا وحنبتدي ناخد منها قطعة صغيرة ونعملها على شكل كرات زي ما انتو شايفين معايا كده كرات صغيرة طريقة سهلة جدا للتشكيل كور صغيرة وحنرصها جنب بعضها وحتديني في الاخر شكل وردة كده شكل حلو جدا هنعمل القرصة بتاعتنا عبارة عن خمس كرات من كرات العجين حجمهم كده كبير شوية والقرصة صغننة اللي في النص او الكرة اللي في النص صغننة هنحطها صغيرة يعني اصغر بينهم شوية علشان اديني في الاخر الشكل اللي انتو شفتوه معايا في اول الفيديو يعني القرصة الوحدة عبارة عن ست كور من كرات العجين وطبعا بقى مفيش اسهل من كده بنشكل واول ما بنعمل الكرة بنرصها على طول في الصينية جنب بعضهم يعني طريقة سهلة وسريعة جدا هتنجزوا القرص بتاعتكم في وقت قصير جدا مش هتاخد معاك وقت ولا مجهود وطبعا بقى لما نرص الكرات كده نحاول ان احنا نبعد كل قرصة عن القرصة التانية علشان ما نزقوش في بعض زي ما احنا شايفين مع بعض كده بمجرد ان انا خلصت الصاج الاول واشتغلت في الصاج التاني كان الصاج الاولاني ارتاح واختمر طبعا مش اغلى الفرن عندي على اعلى درجة حرارة 200 لو بقى انتوا الفرن بتاعكم 220 او 250 خلوه على اعلى درجة حرارة موجودة عندكم في الفرن علشان القرص بتاعته تاخد لون بسرعة وتطلع هشة وخفيفة عندي بقى هنا صفار بيضة وعليها معلقة حليب ونقطة من الخل هندهم بيها وش القرص بتاعتنا علشان نزين وشها بحبة البركة كده على الكرة اللي في النص والسمسم على الكرات من برا ممكن كمان لو مش هتوفر عندكم سفار البيضة تقدروا تدهنوها حليب وبرضو ترشوا عليها سمسم وحبة البركة وتقدروا ان انتوا مترشوش اي حاجة على الوش وتسيبوها سادة وكمان لو حابين الكرات دي تحشوها بالشوكولاتة او بالنوتلا او بالجبنة برضو هتكون حلوة جدا انا عملتها سادة النهاردة وديتكم الفكرة تقدروا بقى افكار كتير ان انتوا تعملوها في القرص دي وحشوات مختلفة طبعا كميات قليلة لان الكرة بتاعتنا صغيرة وكمان تقدروا ان انتوا ترشوا على وشها كده شوية زعتر برضو هتكون حلوة جدا بعد ما ادخلت القرص الفرن عنينا بقى عليها هتقعد معانا حوالي اتناشر دقيقة لخمستاشر دقيقة قبل كتير قوي اول ما تاخد اللون الاشقر الدهب الفاتح ده نخرجها على طول ونبخها كده بخها من الميا بخها بسيطة خالص ونغطيها بفوتة نديفة ونسيبها لمدة عشر دقيق بس علشان ترد من درجة حرارة الفرن وبعدين تكلوها بقى بالصحة والهنة ممكن كمان ان انتوا لو حابين تزينوها تحطوا على وشها كده خطوط من الشوكولاتة المزابة مع معلقة من الزيت برضو هتكون شكلها وطعمها حلو جدا لو انتوا حابين يعني تضيفوا عليها اضافة تانية وكمان تقدروا تضيفوا على وشها كده تلمعوها بمربة المشمش برضو هتكون حلوة جدا لو انتوا حابين انها تكون مسكرة بصوا بقى قد ايه القرص بتاعتي من جوة طرية وخفيفة وهشة بصوا قطنية جدا القرصة في ايدي حرفيا ملهاش وزن خالص خفيفة زي الريشة بصوا شكلها كمان حلو جدا شكل بقى غير تقليدي ومختلف عن الاشكال اللي تعودنا عليها اتمنى لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسوش لايك وشيل الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس واشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي بصوا قرصة خفيفة وطرية جدا كمان اضافة السمسم وحبة البركة زودوا جمال القرصة دولها شكل حلو قوي بصوا مورقة ازاي واسفنجية سرعة بسرعة كالعادة بعد ما تخلصوا الفيديو ده هتروحوا صندوق الوصف هتلاقوا وصفات كتير كلها عن المخبوزات والمعجنات في قوائم التشغيل شوفوها واكتبولي رأيكم في الكومنتات بكون سعيدة جدا لما بشوف اراءكم ولو حد عنده اي سؤال سيبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول لايك وشير للفيديو من فضلكم اشوفكم في وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة